النجمة الجميلة الفاتنة كنزي رماح أهلاً 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 أناسة كنزي أمر أهلاً بحضرتك إيه يا أختي يا جميلة إزايك الحمد لله قال أنت قال حبيبة ياسمين عبدالعزيز ليه بقى وحكيلي ليه أنا كنت بحبها قوي الصراحة أنا بحبها أصلاً من وانا صغيرة فأنا على طول كنت بتفرج عليها من وانا صغيرة وكده فأنا ما طلعت معاها كنت فرحانة بيها وكده إن أنا طلعت معاها وكده ما هي برضو حبتني مش عارفة إزاي بجد لا ليه مش عارفة إزاي هي شافت فيك حاجة منها لأنك انت فيك شبه كبير منها ممكن مش كده؟ إنتي حاسة إنك انت شبهها؟ كل الناس قالتلي إن أنا شبهها طب حلو قوي قول إيه لي بقى أنتو اشتغلتوا مع بعض هي برضو على طول شافت إنك شبهها؟ بعض يعني ما شافتني مثلاً فالمسلسل نحبي تاني ليه إحنا كنا مع بعض بس هي بعد مثلاً إحنا في الأول في خلص كان فيه فوتوغرافيا فأنا روحت هي شافتني فعرفت أنا كنت شبهها وكده وانبسطتش في الشغل معاها؟ طبعاً بجد يعني دلوقتش لو بكرة قالتلك يلا 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 هتروحي يلا يلا تشتغلي معاها؟ طبعاً هروح يا حبيث إيه القرام ده كله؟ انها دي بقى عندها كم سنة يا مامي؟ ليه بتسألي يا تي؟ يعني علشان هي مامت منظ تشتغل فها ما ينفعش ليه يلا قولي بقى وبطلي رغي طب قوليلي انت بتديتي ازاي بقى انا اول حاجة كنت بمثل من وانا بايبي يعني من وانا اصل نصة ما تمتش سنة كنت بمثل ازاي في ايه بقى عملت كنت اعلان وانا بايبي فهو بابي كان عارف ناس يعني بتخلي ناس تتمثلوا كده يعني زي كاستنج وكده فروحت عملت اعلان من وانا صغيرة بس هم خدوني بقى كملت تسملت بقى اول ما بتديتي تفهمي انك انتي بتمثلي كبيرتي شوية كده كان ايه كان احساسي ان انا مبسوطة بس هو التمثيل كان صعب اه ان هو التمثيل كان صعب عشان بنعود كتير اوي في التصوير ايوة بس انت انت يا فاكرة ايه اول الاسم الحاجة اللي انت كنت خراص بقى عارفة انك انت كبيرة دروقتي وفهمة انك بتمثلي اه يعني مثلا تلات سنين اربع سنين كده يعني اه كان ايه من وانا مثلا بدأت انا كنت عملت اعلانات كتير اوي اوي يعني فمن اول خمس سنين او اربع سنين حاجة زي كده عملت مسلسل فادركت ان انا بمثل خلاص ادركتي بقى اه اه انت احنا عندنا كم سنة دلوقتي عشرة اه يعني من خمس سنين ادركتي اه ان انت بتمثلي كان مسلسل ايه كان مسلسل وضع امني مع عمر سعد اه اوكي انك العمر حبتي طبعا اه انت بتحبي كل الناس اه عشان انت واضح انك بنوتة جميلة وهادي وبتخلي الناس كلها تحبك مش ايها وعفريتا يعني اه ولا ش ايها وعفريتا نص نص انا حتها كده وحتها كده اوكي طيب وبعد المسلسل ده عملنا ايه عملت مسلسل اه ممنوع الاخترابة والتصوير اه ممنوع الاخترابة والتصوير ده كان مين انفكرين مع زينا صح زينا ايو ايو برضو لذيذة طيب اكتر مين دلوقتي احنا قولنا حكتين انا احلى اكتر من نسبالك حبتي اكتر الاتنين بس امر سعد اكتر مسلسل لا ودعني وكنت تعبانة بقى خمس سنين تعبانة في التصوير بتعادي كتير اه احنا كنا بنواب مثلا من حد صبح خالص ساعة ستة الصبح حد بليل خالص خالص اه في مستشفى باين كنت اه طول الوقت كان التصوير في مستشفى احنا كنا بنواب عادي مثلا باليومين او يوم كامل اه من ساعة الصبح خالص ساعة 12 لحد ثاني يوم الصبح ساعة 6 او كده يعيني يا بنتي اه وانت كنت بتنامي فين ترتاحي فين بقى واخدينلك قوضة على جنب كده تنامي فين اه عادي عشان كنت ستسغيرة فعا عادي في اي حيات بقى طب مثلت اي مع دنيا سامير غانم؟ مثلت مسلسل بدل حدوطة ثلاثة اه انا قصة فيهم الحدوطة التانية اللي هي لحفة اه لحفة كان مين معاك وبقى فيها؟ اه كان احمد رزق اه واستاذ عمرو احبة اه ومين تاني؟ اه شامق صيف اه واستاذ سامير غانم حبيبي الله يرحمه اه كذا حد برضو اه ومبساطة الدنيا لذيذة اه تقوليه شفتي كايلة وانتو بتصوروا شفتي بنتها ولا ما كانتش بتيجي التصوير؟ نعم ما كانتش بتيجي التصوير تيضى شعرك تتناكش؟ قدني قدني على البيت تاني زعيف البنت يا غدغودة بقولك ايه؟ ما تتدخليش بيني وبين بنتي خاصة مش عايزة أسمع صوت يلا قدني على البيت مش عاركة على البيت اه ما عيش انا مقبوطة في العشرة في عابري لأ عيشة لأ زعائلها يا غدغودة وتسيبي ماما؟ ايو انا زيت من طب تعالي معايا على البيت وانا هعمليك كل اللي انت عاوزيه طب هتخلينا مع اصحابي؟ ايو هسيبك تلعابي مع اصحابي طب هتصيبيني كل حلويات واشرة ومانا في نص الابر؟ لا يلولورة كده هتقراشي وهيطلع لك جنيب قلتلك ما تدخليش بيني وبين بنتي هو انت لي مش تهيقالي كلمة يا غدغودة كده قوليلي لو انا قلتلك دوقتي مين بتحبي مين اكتر؟ ياسمين ولا دونيا؟ انا وانا صغيرة مش عارفة انا وانا صغيرة كنت بحب الاتنين عادي اه دلوقتي حسيتني ان بحب ياسمين اكتر اه انت مكتوبة على ياسمين اه خلاص لزقت عليك حكاية انك شبه ياسمين دي كمان طيب قوليلي انت بتعملي ايه تاني غير التمثيل؟ برسم ايوة في البيت كتير قوي بقى ايوة بطمر متو تمدين وكده بروح عوتوني ايوة بس حد قال لي كده العصفورة قالتلي بترقصي بالي؟ ولا بتعملي بالي مائي؟ انا صغيرة انا دلوقتي بلعب ووتر بالي ووتر بالي مين مدربك؟ اه كابتن ملك كابتن ملك؟ اه اوكي عارفة مين اللي بدع البالي المائي في مصر؟ بتعرفيش ما تجبري بقي ذاكري شوية كده عشان تعرفي ان كان اسمها سوفي ساروت كانت اعظم واحدة عملت بالي مائي في مصر كانت جميلة جدا جدا بقي اقري عنها يعني انا قصلا بحب اي تمرين في مثلا رقصات او بالي او كده اه طب بس انتي كمان قلت بترسمي بترسمي ازاي بقى? بترسمي الوان مياه! بترسمي ازاي ايه؟ انا برسم عموما بكل الالوان بشكل ات رسمت اني رسمة في البيت كان فستان وعملت عليه يعني كان لونه بلو عملت وبقى يعني عملت كذا درجة من الألوان في الفستان بسهل صرتوش يعني ما خلتوش يصرتوش لو انت وحطتي عليه جلتر بقى وكده ولا بس ألوان لا لا عادي ألوان بس ألوان خشب ولون أول حاجة انتقل إيدنا قوي في الألوان في الأول ده هنحاول يعني ايه نخفف نخفف خالص بقى لحد ده ما نوصل في ولا حاجة برافو عليكي طيب ما فكرتيش مثلا لما أكبر أنا عايزة أبقى إيه بالظبط يعني إيه اللي بيجي في تماغك طبعا أول حاجة إن أنا أمثل يعني تاني حاجة بقى ممكن أبقى أي حاجة تانية مع تمثيل أي حاجة تانية؟ اوه نا أمثل يعني ممكن تبقى مضيفة مثلا ممكن تبقى بتغني تحب الغنى اوه بتغني؟ بغني بحب الغنى اوي أيه بس بتغني ولا لأ؟ حليل لا بس أنا بعرف أغني أكيد طب قوليلي ما أنا عايز أعرف عشان يمكن يجيلك دور في هنا أغني إيه مثلا؟ أقولي اللي انت عارفها أنا بحب عموما كل الأغاني أيوة إيه اللي انت بتعادي تقوليها كل شوية لنفسك؟ يا كنزي وكل مالية حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا في عناية جمال الدنيا في عناية يا الله والله طعمة جدا ميلة بيغنيها عمر الدياب برافو شطرة الحمد لله عارف عمر الدياب عموما بحبه قوي أصلا محدش من أطفال تقريبا بيحبه عمر الدياب كل الأطفال؟ مش كلهم بس في حبة بيحبون أصل بيحبوا ساعات الأغاني الجديدة يعني مثلاً أنت كنت شايفة هون شوية بالغزالة ريئة والغزالة ريئة وستو أنا بحبها برضو طبعاً بتحبيها أكيد تعرفي؟ قول يلا ستو أنا أنا إيه ستو أنا الله ستو أنا أنا قلبي بورتو قم بسرة ملكك وإنتي حرة تعصور يا عصير قال الله قال بيكم ترايا ناس فبس فيها بزرابتها بالدمير قال بك بطيخة سفي قراءة بس إيه بس قراءة والبطيك كتير يا أختي يا أختي جميلة يا أختي طب قوليلي أنت السنة دي عملت إيه بقى؟ في مثلاً مسلسلات عملت مسلسل ملف سري لسه في رمضان الفادة مع هاني سلامة ده حلوة أول مسلسل ده على فكرة احكي لي عنه إيه اللي كان بيحصل فيه؟ في حاجة كتير بقى كتير كتير إيه بقى أحكي؟ حاجات دراما على أكشن على عياته على حاجات غريبة كده إنتي إيه الحاجات الصعبة اللي إنتي قلت وااو ده نجام ده قوي إيه ده؟ في مشهد اللي هو كان اللي هو لما كان يحيا نايم إيه وبعدها هو حلم بي الكابوس ان انا أقوم و بنزل وبجري وكده وبتروح عربية خطاني بقى عملتشيها ازاي دي؟ هو فيه اللي هو وينش حاجة زي وينش عشان اللي هو لو ترتق أو كده فيه بيعلقوني من أفاقية كده بيعلقوني كده أنا هو كده وبيعلقوني من وراء لازم يعني يكون فيه سفتي كتير قوي وبيعني بيعلقوني بعدها بقى مثلا ايه المشهد انت في الاول هم بيطيرونه بعدها بيجيبوا مثلا العربية او الحاجة اللي هتخليني أطير او كده فهم بيجيبوا العربية مثلا فأنا شن ما كنتش مثلا ينفع ان أنا شارعا عربية فهم بيشيلوني والعربية هيا بتمشي فممكن انا هقف على مثلا شنطة العربية فأنا رح نطى بقى على شنطة العربية على مرتبة مثلا ورا شنطة العربية على طول وأنا برضه لسه متعلقة آه برافو عليك يا عاف وعنديها كل ده كويس خالص لأن زمان ما كانوش بيعملوا كل حاجة من دي خالص الكوبار بقى زمان كانوا بتخبطوا بجد ويوقعوا بجد وكل حاجة يتخشفشوا مليكا 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 نتخفيش يا ناك نتخفيش اللي حصل الليلة مش هيحصل لك مليكا 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 أيها مليكا طب نتزعل مني لما بتشوفني عياد وتقول إن ده زمان بقى كويه زي كمسبعة عياد هو فعلا يا حبيبتي شخص القوي شبه عياد وإيه تاني كان.. أنا عجبني المسلسل ده أهم عملتي إيه بقى عملتي استني أنا هقولك عملتي العارف صح أه اه احكيلي بقى العارف عملتي ايه فيلم العارف يعني كده انت اشتغلت مع هاني سلامة ومع أحمد عز يا سلام احكيلي العارف عملتي فيه ايه فيلم العارف كان مع أحمد عز انا عموما بحبه قوي عموما فهو انا كنت عامل من زمان وانا صغيرة اصلا كنت عامل لا الفيلم العارف اه هو قاعد يتصور كتير قاعدته شوية حلوين وكانوا بيوقفوا ساعات تصوير اه فانا كنت صورته واما هو كان فيه مشاهد كده من دسبال انا مصحكة لما انا صحته من النوم في مشهد قلت له يلا يلا قوم يلا اه طول الفيلم خالص اه اه فهو مفروض ان هو تقريبا حاجة زي زابط حاجة كده اه 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 فهو بقى ايه بيسيبني مع مامتي وراح هو بقى ماشي اه ما باشوفه يعني مش باشوفه كل الفيلم وفين بقى اه مفروض الفيلم كده اوكي لأ فيه ناس بتهاجمنا في الفيلم كتير بقى بس فهو مفروض بقى يحميني انا ومامتي وكده اوكي اوكي شكرا